بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله خواني وخواتي الطلاب وفي دروس جديدة لمادة البحث ومصادر المعلومات نكمل اليوم بإذن الله الوحدة الثالثة واليوم بإذن الله عنوان درسنا سوف يكون عن الإنترنت وأساليب البحث نأتي إلى أهداف الدرس من المتوقع بعد نهاية الدرس أن يكون المتعلم قادرا على أن يبين مفهوم الإنترنت يوضح خدمات الإنترنت المعلوماتية أيضا أن يشرح أهم أساليب البحث في الإنترنت رابعا يوضح مفهوم محركات البحث خامسا يتعرف على محركات البحث وفوائد استخدامه وأخيرا يحدد أهم محركات البحث العالمية نتحدث ما تناولناه في درسنا الماضي لتقنية المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات تحدثنا عن مفهوم تقنية المعلومات وذكرنا أنها هي كافة أنواع الأجهزة والبرامج المستخدمة في تسجيل وتنظيم وتجهيز وتخزين واسترجاع وبث المعلومات أيضا ذكرنا أن هناك من أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات من ضمنها هي الأجهزة والبرامج والتطبيقات ذكرنا أنه تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنيات في أعمالها لمواجهة الطلب المتزايد على المعلومات وتقديم خدمات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المتوافرة وذكرنا أهم استخدامات الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات وذكرنا منها الفارسة البحث والإعارة نأتي لفقرة عزيز سأعلمك تساؤل أول أذكر أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات هي الأجهزة وأيضا برامج والتطبيقات أيضا التساؤل الثاني لماذا تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنية في أعمالها لمواجهة الطلب المتزايد على المعلومات الارتقاء بمستوى الخدمات المتوافرة وتقديم خدمات جديدة إذن نكمل الوحدة الثالثة التي تتحدث عن الانترنت ومهارات استخدام محركات البحث ودرسنا اليوم بذل سوف يكون عن الانترنت وآساليب البحث نأتي إلى بداية هذا الدرس لما هو تعريف الانترنت ما هو مفهوم أو تعريف الانترنت وهي شبكة عالمية تضم ملايين من الحاسبات الآلية حيث ترتبط ببعضها عن طريق الشبكة الهاتفية والأقمار الصناعية وتعد أكبر شبكة حاسبات في العالم إذن شبكة الانترنت هي أو المتعرف هي أكبر شبكة عالمية باستخدام طبعا هذه التقنيات لا بد من توافر هذا الاتصال أو باتصال بالشبكة سواء كان مثلا شبكات داخلية أو أيضا محلية فأيضا هي عبارة عن شبكات محلية تضم المئات أو العديد من الشبكات هذه الشبكة أو هذه الشبكات الانترنت ما هي الخدمات المعلوماتية أو خدمات الانترنت المعلوماتية التي تقدمها تزخر شبكة الانترنت بكم هائل من المعلومات في شتى مجالات المعرفة البشرية كما يتوفر بها العديد من الخدمات المعلوماتية التي من أهمها هناك عدة خدمات ما هي نتعرف عليها أولا خدمات الانترنت المعلوماتية أولا هي البحث في مصادر المعلومات ثانيا الخدمة المرجعية الإلكترونية وثالثا البث الانتقائي للمعلومات نتعرف وإياكم على كل خدمة لهذه الخدمات أولا البحث في مصادر المعلومات حيث يتوافر على شبكة الانترنت عدد كبير من مواقع المعلومات الإلكترونية المتنوعة مثل مواقع الكتب الدوريات المعاجم الموسوعات والأطالس وفهرس المكتبات والوثائق الحكومية والرسمية وقواعد المعلومات وغيرها من مصادر المعلومات وتقدم هذه المواقع ثروة معلوماتية هامة للباحثين على اختلاف تخصاتهم العلمية إذن هذه الشبكة التي هي الانترنت قدمت لنا العديد من الخدمات التي ذكرناها لكم سابقا في درس التقنيات والتقنية التي قدمت لنا العديد من الخدمات فأصبحت الآن هناك بدائل للمكتبات التقليدية أصبح هناك مكتبات إلكترونية تستطيع البحث من خلال ما يسمى أيضا بقواعد المعلومات تستطيع الوصول إلى المعلومات من خلال هذه الشبكات سواء كانت مثل التي هي الكتب أو دوريات لها تصنيف معين لها ترتيب معين هناك أيضا من الأمثلة على ذلك أنك تستطيع تبحث في هذا الانترنت هناك موسوعة التي هي موسوعة الملك عد الله بن عبد العزيز رحمه الله للمحتوى الصحي هذه الموسوعة هي طبعا موسوعة تختص في مثلا مجال أو في المحتوى الصحي نريد منك أخي الطالبة و أختي الطالبة بأن تقوم بزيارة هذه المواقع باستخدام هذه التقنيات هذه الشبكات تتعرف أكثر ما الخدمات التي موجودة بها ما الخدمات التي تقدمها أيضا لو شهدت هذه المحتوى أو صفحة رئيسية لهذه الموسوعة ثانيا نأتي إلى الخدمة المرجعية الإلكترونية تتميز ببعض المواقع بإمكانية الرد على الأسئلة المرجعية لو رجعنا قليلا للخدمات التي تقدم لنا المكتبات ومراكز المعلومات هناك خدمات استقليدية أو خدمات متواجدة في المكتبات ومراكز المعلومات مثل الخدمات المرجعية هنا أصبح بالإمكان يعني الاستفادة من هذه التقنيات تقوم مثلا باستفسار يعني بعمليات البحث ثم تقوم بوضع استفسارك بأحد المواقع يعني مثلا بإمكانية الرد على الأسئلة المرجعية تضع لك تساؤل يأتي لك الرد بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني ومن تلك المواقع ما هو عام في التغطية الموضوعية فيمكن من خلاله طلب الإجابة على الاستفسارات ذات الطابع العام ومن أمثلتها موقع مكتبة الإنترنت العامة ومن تلك المواقع ما هو متخصص يعني هناك مواقع عامة تكون تغطيتها بشكل عام وهناك مواقع يعني تكون متخصصة في جانب معرفي معين مثل موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والخدمة التفاعلية في موقع الإسلام التابة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والذي يمكن من خلاله الحصول على إجابات وفتاوى شرعية أيضا هذه موقع مركز الملك في صل البحوث ودراسات الإسلامية يعني هنا وضعنا لكم بعض النماذج صفحات الرئيسية لهذه المواقع لك أيضا أن تقوم بزيارة هذه المواقع لديك مثل هذه يعني عنوين هذه المواقع متواجدة لديك في المنهج تستطيع الوصول وتصفح والاستفادة من هذه المواقع البث الانتقائي للمعلومات تسهم هذه الخدمة أنها تقوم بماذا؟ في إحاطة المستفيدين بتطورات الحديثة الفكرية والعلمية في مجالات اهتماماته المعلوماتية وتتوفر من خلال الإنترنت مئات المواقع التي تقدم مثل هذه الخدمة إلى المستفيدين وتتفاوض تلك المواقع في موضوعاتها وطرق عرضها للخدمة حيث نجد منها ما يتناول موضوعات العلمية والبحثية أو الطبية أو التقنية والفنية أو الهوايات والأخبار وغيرها ومنها ما يقدم الخدمة مجانا بينما بعضها يفرض رسوما دورية يعني كل على مجال اهتمامه تحيط بما يصل في أي مجال من هذه المجالات نأتي الآن إلى أهم أساليب البحث في الإنترنت حيث تتيح الإنترنت ثروة هائلة من المعلومات التي شملت جميع أوجه النشاط البشري لذلك فإن عملية البحث عن معلومات متخصصة في موضوع معين تحتاج إلى معرفة عدد من الأساليب التي تساعد الباحث في الوصول إلى المعلومات المطلوبة في أسرع وقت ومن أهم تلك الأساليب نذكرها لكن هناك إذن قدمت لنا هذه أو من خلال هذه التقنيات أيضا هناك أساليب تستطيع أن تقوم بأكثر من أسلوب لكي تصل إلى هذه المعلومات يعني بحيث أنك كيف لك أن تقوم بعمليات البحث ما هي هذه الأساليب؟ نشاهدها أولا الوصول المباشر من خلال عنوين المواقع هذا هو الأسلوب الأول الأسلوب الثاني البحث من خلال الأدلة الموضوعية الأسلوب الثالث البحث من خلال محركات البحث ما هي هذه الأساليب؟ بالتفصيل لنرى أولا الوصول المباشر من خلال عنوين المواقع حيث هذا أو يعد هذا الأسلوب من أسهل الأساليب البحث عن المعلومات وأسرعها بل أن معظم أول مثلا في بداية استخدامه لهذه أو عمليات محركات البحث قد يستخدم هذا الأسلوب الذي هو الوصول المباشر من خلال أيضا عنوين المواقع الذي يبدو أنه لا يتطلب سوى إدخال تقوم بإدخال عنوان الموقع المطلوب في المكان المخصص لذلك من برنامج التصفح المستخدم وذلك كما في المثال الآتي لنضرب لكم بعض من هذه الأمثلة وواجهات لهذه الصفحات فمثلا على سبيل المثال لو أردنا الوصول إلى مثلا موقع وزارة الصح لك أكثر من سلوب تصل إلى هذه الصفحة فمن خلال مثلا السلوب الأول الذي هو البحث أو الوصول المباشر من خلال عنوين المواقع ليس عليك إلا سوى تقوم بإدخال مثل ما هو لديك بالصورة تقوم بإدخال في المكان المخصص تقوم بكتابة عنوان الموقع بعد ذلك يظهر لك عدة خيارات تظهر لك هذه الصفحات أيضا أكثر من طريقة أو أكثر من تقوم بتطبيق هذه المهارة لو قمت بتطبيقها مثلا وقمت مثلا بكتابة عنوان لمكتبة الملك عبدالعز العامة مركز الملك فيصل للدراسات والبحث الإسلامية من خلال تقوم بإدراج أو كتابة عنوان الموقع مثل ما هو موضح نأتي إلى الأسلوب الثاني والذي هو ماذا؟ البحث من خلال أدلة الموضوعية هي مجموعة من الأدوات التي تنظم مصادر المعلومات في فئات موضوعية وهي أصغر من محركات البحث تقتصر في تغطيتها على انتقاء المواقع في عملية البحث يعني بعض المحركات أو المتصفح أو محركات البحث قامت بماذا؟ ما يسمى بالعدلة الموضوعية بحيث أنها تقوم بترتيب وتنظيم المواضيع يعني تحت سقف واحد يعني مثلا سوف نقوم أيضا بضرب هذه الأمثلة لو قمت بزيارتها تجد مثلا ما يخص مثلا في مثلا سواء كان مثلا في مجال مثلا العلوم في الرياضة تجدها جميعها تحت سقف واحد ومضلة واحدة يتوافر على شبكة الانترنت عدد كبير من مواقع الأدلة الموضوعية التي تقدم للمستفدين البحث واسترجاع المعلومات المطلوبة من الموضوعات الرئيسة إلى موضوعات فرعية أدق ترتبط بالموضوع العصلي هناك العديد من الأدلة الموضوعية ما هي هناك أدلة مثلا من الموضوعات المحلية كالتي مثلا كدليل بواب الوطنية والعالمية كدليل ياهو يمكن أن نوضح ذلك أيضا في الأشكال الآتية نوضح لكم بعض من هذه الأدلة لو أتينا أولا إلى البحث في دليل البوابة الوطنية عن الموضوع الرئيسي مثال الوزرات تبحث أنت مثلا في المحرك أو في البحث خالد الموضوعية بمثلا فقط في الوزرات ثانيا تبحث في دليل البوابة الوطنية يعني تختص متى تأتي إلى دليل البوابة الوطنية التي يضم العديد من مثلا أنت تبحث في موضوع مثلا الوزرات تأتي عن موضوع الفرعي مثل وزارة التعليم فتجد مثلا في هذه البوابة الوطنية بيخص في أيضا وزارة التعليم مثل ما تشاهد هنا هذه في الصورة ثالثا البحث في دليل البوابة الوطنية في الموضوع الفرعي والذي هو وزارة التعليم عن الموضوع الدقيق مثل ماذا؟ مثل القبول في الجامعات الحكومية أنت بحثت ما يخص في فئة التعليم أو في هذه يكون في الوزرات أيضا تبحث في موضوع أدق مثلا لو أردت ما يخص في عمليات مثلا التسجيل والقبول في أحد الجامعات ثالثا الأسلوب الثالث والذي هو البحث من خلال محركات البحث وهذا الأسلوب هو من أكثر أسليب البحث استخداما وأهمها للوصول إلى المعلومات المطلوبة فيمكن للمستفيد إدخال كلمة أو عدد من الكلمات في المكان المخصص لذلك من موقع محرك البحث المستخدم ليتمكن المستفيد من استرجاع النتائج التي تتكون من مجموعة من الوصلات أو الروابط التي تنقلنا إلى مواقع المعلومات ذات العلاقة بالموضوع المطلوب يعني ليس عليك فقط تقوم بزيارة هذا المحرك البحث أو هذا المتصفح تقوم بكتابة ما أنت تريد أن تبحث عن تقوم بإدخال بكتابتها ثم بعملية البحث تظهر لك عدد نتائج على سبيل المثال لو مثلا أردت البحث عن كلمة مثلا على سبيل المثال يمكن إدخال كلمة تقنيات التعليم في مكان البحث المكان المخصص في المحرك البحث تقوم بكتابة تقنيات التعليم للحصول على روابط لعدد من المواقع التي تتناول موضوع تقنيات التعليم كما هو موضح فيما يأتي نوضح لكم هذه الصور هذا هو محرك أو الواجهة الرئيسة لمحرك البحث مجرد أنك تقوم بكتابة تقنيات التعليم تظهر لك عدة الروابط تقوم باختيارها والوصول إليها أيضا لو أردت مثلا تبحث عن مكتبة الملك سلمان المركزية تقوم بأكثر من شكل أو أسلوب أن بحثنا مثلا سابقا عنها بكتابة عنوان أو أنك تقوم مثلا بكتابة مثلا مسمى مكتبة الملك سلمان المركزية في المكان المخصص عملية البحث تظهر لك هذه النتاج أيضا مركز الملك فيصل البحث ودراسات السلامية نأتي الآن إلى محركات البحث ألكترونيا نوضح أيضا ما هي هذه المحركات التي من خلالها تستطيع الوصول إلى المعلومات وتستطيع استخدام هذه الأساليب محركات البحث الألكترونية هي برامج مجانية متوفرة من خلال مواقع خاصة على الإنترنت تتيح للمستخدم البحث عن معلومات أو أشخاص أو ملفات محددة ضمن مصادر الإنترنت المختلفة كل ما تريد أن تبحث في أي مجال في أي اهتمامك تستطيع البحث من خلال محركات البحث تعد من أهم الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت تتيح للمستخدم الحصول على المعلومة التي يريدها بسهولة وسرعة متناهية نأتي إلى هذا التساؤل ما فوائد استخدام محركات البحث ما الذي تساعدنا أو ما الذي يفيدنا في عمليات استخدام حركات البحث فوائد محركات البحث الحصول على معلومات حديثة الوصول إلى كم كبير وشامل من المعلومات أفضل مكان البدء عند البحث عن معلومات محددة فالحصول على معلومات حديثة يعني ما يميز أيضا هذه محركات البحث أنها المعلومات تحدث بشكل دوري وشكل مستمر فتجد معلومات حديثة أيضا الوصول إلى كم كبير وشامل إلى المعلومات يعني عند عمليات البحث تظهر لك العديد من النتائج بكم هائل من المعلومات تظهر لك هذه نتائج البحث أفضل مكان البدء يعني بمعنى أنك يعني يعتبر هذا هذه المحركات البحث تقدم لك الخيار لأفضل ما أنت ترغب البحث عن تبدأ من خلاله مثلا تبحث عن كلمة مثل ما ذكرنا تقنيات التعليم تبحث عن أي كلمة هي تعتبر أفضل مكان للبدء لتظهر لك نتائج عمليات البحث نأتي إلى أهم محركات البحث العالمية ما هي؟ أولا جوجل رتع طبعا عنوانه www.google.com أيضا لدينا بينك وأيضا عنوانه www.bing.com وأيضا لدينا ياهو وعنوانه www.com هذه هي تعتبر من أهم حركات البحث العالمية لكن لدينا هذا التساؤل التالي مع وجود هذه المحركات البحث ما أوجه الإختلاف بين محركات البحث المختلفة؟ ما هو أو الداعي أو السبب من تواجد أكثر من المحرك؟ قد تختلف مثلا في عمليات مثل الدقة في عمليات السرعة عمليات مثلا التي تقدمها مثلا كالترجمة قد تختلف من محرك إلى آخر نأتي أولا إلى جوجل نظرا لشيوع استخدام محرك البحث جوجل من قبل المستخدمين باختلاف فئاتهم ومؤهلاتهم فهو محرك البحث الأول عند الرغبة في البحث عن أي معلومات فكر في رأيك لماذا نركز على استخدام جوجل دون غيره من المحركات الأخرى؟ لماذا يعني غالبا معظم الناس قد تستخدم هذا المحرك؟ برأيك ما الداعي أو ما هو السبب؟ مثل ما ذكرنا أنه يعني ما يقدمه أيضا من الخدمات أن معظم الناس تقوم باستخدام لهذا المحرك البحث أيضا قد يقدم مثلا بعض الخدمات المختلفة في هذه نريد منك أن تقوم بزيارة هذا المحرك وتقوم بتطبيق هذه المهارات من خلال تجاربك في استخدام الإنترنت والبحث في كيف تتم عملية البحث في جوجل لا شك في عصرنا الحاضر أن معظم أو معظمنا نقوم باستخدام هذه المحركات ومضمنا محرك بحث جوجل كيف تتم عمليات البحث؟ لنرى تتم عمليات البحث في أبسط أشكالها عن طريق إدخال مصطلح البحث ثم أن نقر على مربع بحث يعني ما عليك إلا سوى تقوم بكتابة ما تريد أن تبحث عن بعد ذلك تظهر لك نتائج بزر إدخال إنتر هناك ما يسمى بمربع ضربة حظ هذا لا يحب ذا استخدامه إلا عندما يكون الباحث متأكدا من نتيجة بحثه أو أن النتيجة سوف تكون هي الموقع المطلوب بمعنى أنك مثلا لو أدخلت كلمة مثلا تقنية معلومات المعلومة الحديثة هي التي سوف تصل إليها مباشرة يعني لا يضع لك عدة خيارات كما أيضا يمكن تحديد اللغة في محرك البحث يعني أيضا ما يميز هذا الجوجل أنه مثلا تستطيع مثلا تحدد اللغة التي أنت تريدها مثلا علما أيضا أنه يستخدم سلوب ثنائي اللغة يعني مثلا أكثر من اللغة تستطيع البحث عنها أيضا هناك استخدام أوامر البحث المتقدم الذي يقلل مثلا من عمليات البحث العشوائية لدينا هذا الإثراء تعد أوامر البحث المتقدم من أفضل الحلول السريعة في تضييق نطاق البحث مثلا ما ذكرت أنه يضيق نطاق عمليات البحث يعني يقلل من عمليات البحث العشوائية فأنت تبحث بشكل أدق فيما يسمى بأوامر يعني هناك أوامر هناك مثلا رموز تضعها لتقوم بتضييق نطاق البحث نأتي لبعض الأسئلة عدة خدمات الإنترنت معلوماتية ذكرنا من ضمنها البحث في مصادر المعلومات والبحث لانتقال المعلومات والخدمة المرجعية أيضا لدينا التساول الثاني ما هو عدد أهم أساليب البحث في الإنترنت الوصول المباشر من خلال عنوين المواقع أيضا البحث من خلال الأدلة الموضوعية والبحث من خلال محركات البحث إشرح البحث من خلال الأدلة الموضوعية ما هو الذي ذكرنا ما هو البحث في الأدلة الموضوعية هي مجموعة من الأدوات التي تضم صادر المعلومات في فئات موضوعية وهي أصغر من محركات البحث تقتصر في تغطيتها على انتقال مواقع في عملية البحث أيضا لدينا هذا التساول ماذا يقصد بمحركات البحث ألكترونية هي برامج مجانية متوفرة من خلال مواقع خاصة على الإنترنت تتيح لمستخدم الوصول إلى المعلومات أيضا لدينا هذا التساول التالي في رأيك لماذا نركز على استخدام جوجل دون غيره من المحركات الأخرى ذكرنا نظرة لشيوع استخدام محرك البحث جوجل من قبل المستخدمين باختلاف فئاتهم ومؤهلاتهم مما جعلهم محرك البحث الأول عند الرغبة في البحث عن أي معلومات نأتي إلى ملخص ما تحدثنا عنه اليوم تعرف أن الإنترنت هي شبكة عالمية تضم ملايين من الحاسبات الآلية تكون ترتبط بعضها عن طريق شبكات الهاتفية والأقمار الصناعية ما هي الخدمات التي تقدمها؟ البحث في مصادر المعلومات الخدمة أيضا لدينا الخدمة المرجعية الإلكترونية والبث الانتقالي للمعلومات هناك أساليب هي الوصول المباشر من خلال نوع المواقع والبحث من أدلة الموضوعية والبحث من خلال محركات البحث أيضا محركات البحث ذكرنا هي برامج مجانية تقدم أو الوصول إلى المعلومات مفوعدها أنها الحصول لمعلومات حديثة وتعتبر الوصول إلى كم كبير وشام المعلومات وأفضل مكان البدء عن معلومة محددة من أهمها طبعا ذكرنا جوجل وبينج وياهو إذن نكون بذلك اليوم أنهينا هذا الدرس هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين